السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتابعي قناتي التعليمية في هذا الفيديو سنتعرف على تواريخ فورض المراقبة المستمرة للسلك الابتدائي هذا الجدول يبين لنا تواريخ هذا الفورض لدينا الأسدوس الأول الدورة الأولى والدورة الثانية الدورة الأولى كما ترون فيها جوجيا الفورض والفرض المواحد على مستوى المؤسسة أن القصر لدينا dict ребят فورض المددية الفترة الممتدية من綿 2 إلى 7 توقف الفرد المواحد الدورة الأولى منذ 31 يناير إلى 5 فبراير نườngف الشه Luther في الدورة الثانية فورض المرح في الدورة الثانية بين ماريس في الفترة المرح دورة الثانية المراقبة المستمرة سيكون من 23 إلى 28 مايو بالنسبة لفرض الموحد على صعيد المستوى بالنسبة للمستوى الانتقالية من تحضاري حتى الخامس سيكون من 4 إلى 8 يوليوز أما الامتحان الموحد الإقليمي الخاص بالمستوى السلس ابتدائي سيكون يوم 7 يوليوز 2022 امتحان الموحد الإقليمي نهاية السنة السادسة سيكون يوم 7 يوليوز وبالتوفيق للجميع